اهلا بكم والنهاردة بقس لكم الضغط. الضغط من الحاجات المهمة جدا. وللاسف انتشر في الاونة الاخيرة الناس تقول لك انا عندي ضغط انا عندي مش عارف ايه الكلام ده كله. فانا بعريكم اياس الضغط بالطريقة الصح شوفوا نقاعد على المكتب. القميس خلعت البلطو. دراعي على طول على الجلد. بنشوف الضغط لازم اكون قاعد مرتاح. هكون مش جاي من الشارع على طول على البيت على على العيادة وشارب قهوة وشارب سجايل ومتخانق وعامل وسوي وايس الضغط. هنا دلوقتي اسنا الضغط مية تلاتة وتلاتين على خمسة وتانية عشان انا بتكلم معاكم. لان انا لو ما بتكلمش دلوقتي الضغط هينزل. تخيلوا مسلا اياس الضغط بيتأثر حتى بالكلام. يعني مفروض انا قاعد على المكتب اهو. دراعي مزبوط. حطت دكتور قاعد قدامي. مفروض ما بتكلمش خالص. تمام? واول ما ابدأ ان انا اتكلم بنبص اللاقي الضغط ممكن يعلى. واكون مش حطت رجلي على رجلي. يعني ماكنش قاعد حطت رجلي على الرجل التانية. لا ده انا قاعد خالص واعتر تحت في العيادة. بالعكس كل ما تنتظر هيبقى افضل. وما يكونش فيه التوتر العصبي اللي بيبقى موجود. ورايح بتقيس النبض ده بيشوف النبض بتاعنا. يعني النبض هنا ظاهرة او في الجهاز. وطبعا افضل حاجة بس الاجهزة دي اجهزة من الاجهزة القوية جدا طبعا. والاجهزة دي ده طبعا غالية جدا صعب ان احنا نجيبها في البيت. هو طبعا الزقبقي من ضمن الحاجات الاهم والاحضل في العلاج الضغط. عشان كده انا حبيت اهوريكم يشوفوا اللي انا قاعد آآ قاعد حطي ايد ازاي. ما ينفعش ايس وانا واقف زي ما بتروح صيدلية. وتبدأ تقيس الضغط والواقف كده وجاي من الشمس في الشارع داخل على الراجل واقيس الضغط وواقف ويتعمل للناس بتخانق حواليك وناس بتزعق وناس بتعمل وتقول له ايس للضغط. ده طبعا آآ فاشل خالص الحكاية دي. آآ زي ما قلنا الضغط ممكن ميبقاش لي اعراض خالص. تمام? ودي اليد هنا دي بيبقى فيها حاجة بتقفل النبض اللي هنا. الضغط ممكن ميبقاش فيه اعراضه. ممكن اشتكب اصداع. ممكن اشتكب طنين في الودن. آآ ممكن ما آآ وبيسموه القتل الصمت لان انت ممكن ما تعرفش اساسا ان انت عندك ضغط. يعني انت ممكن فجأة تفاجأ ان انت عندك ضغط وانت رايح مع واحد صاحبك آآ مستشفى. وبتبدأ تقول له آآ المنوردة بتقول لها لو سمحتي يسيل الضغط. فتقيس الضغط تلاقي ان الضغط عندك آآ عالي. وطبعا في الحالة دي بتلاقي بتفاجأ ان الضغط عالي جدا وانت مشكيش باي حاجة خالص. لان هو بيسموه القاتل الصامت عشان ملوش اعراض. فالافضل ان انا ايس الضغط. طب انا لقيته حتى عالي دلوقتي. تعريف الضغط هو الضغط ارتفاع ضغط الدم المستمر. يعني اللي هو على طول يفضل فترة طويل اقيسه بقى مرة تانية وتالتة وربعة. طب الضغط الطبيعي كام يا دكتور? مية وعشرين على تمانين? مية وتلاتين على تمانين? بس اللي هو الجامعات الامريكية وكلها عايزة تجيبه تحت كمان. والجامعات الاوروبية والجامعات العام الصالحة. لكن احنا بنقول ميزتش عن مية واربين على تسعين. نظرا لان احنا الشعوب بتاعتنا مش هي نفس الشعوب اللي عايشها في امريكا وفي المانيا وفي الحتة دي خالص. ولا الوضع الامني ولا الوضع الاقتصادي ولا الوضع. كل بلد ولها ظروفة. عشان كده ما ينفعش ان انا قيص. فاحنا بنقول لغاية مية واربعين على تسعين. ما فيش مشكلة. السكر ولو معاها سكر ومعاها حاجات تانية يبقى مية وتلاتين على تمانين. هي دي افضل الاراة. وده اه الاعراض زي ما قلنا ممكن لو اشتكى بصداع صداع في الخلف صداع جامد اه دغوشة في العين كده تحس العين مش مزوطة او تحس بضربات القلب احيانا بتيجي وتزيد وحاجات زي كده او بتحس بطبعا بطنين في الودن جامد دوخة بتجيلك احيانا او العيلة بتاعتك اه تاريخها المرضي سيء في ناحية الضغط والسكر فلازم اه تقيس الضغط وتتأكد تماما وخصوصا في الشباب الضغط يا جماعة في الشباب بغاية الخطورة انك انت بيبقى اسبابه اه لما ييجي شاب وعنده ضغط تبقى مشكلة فعشان كده دي من ضمن الحاجات اللي حبيت ان انا اقولها لكم واوريكم ازاي بنقيس الضغط المركري نفس الكلام بحط ايدي برضو نفس الكلام اللي هو الزق بقي والجهاز جنبي وببقى مش لابس حاجة بص الاقي لو في ست او راجل جاي لابسين هدوم وانت حطت الجهاز عليه والسماعة اصلا السماعة دي المفروض سماعة الليتمن دي احسن سماعات ما نفعش ايس بسماعة غيرها لان هو ده الاساس يبقى احنا قلنا على الضغط الطبيعي كام والعلاج ماينفعش الا بالتحاليل ماينفعش هد دوا الواحد لان ممكن يبقى عنده مشاكل في الكلا ممكن عنده مشاكل في القلب ممكن عنده مشاكل في الزلال في البول ففي كل دوا بينفع للمريض وماينفعش للمريض تاني عشان كده التحاليل دي مهمة رسم قلب اشعع الصدر اه الوظايف الكبد الكلا الكوليسترول كل ده لازم بتعمل قبل ما نبدأ ونقرر علاج ارجو ان يكون الفيديو ده مفيد لكم ونشوفكم ونشوف الاسئلة بتاعك ان شاء الله شكرا